مواجهة تراجع المدخيل من العملة الصعبة جعل الحكومة تلجأ إلى عدة إجراءات والعل أهمها توسيع نظام الرخص لتشمل هذه المرة الأدوات الكهرومنزلية التفاصيل مع إيمان عياج في هذا التقرير قرار وزارة التجارة بتوسيع نظام رخص الاستراد لتشمل التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونيك قرار يهدف إلى تقليل نسبة الاستراد خصوصا وأن هذه الصناعة عرفت نشاطا مؤخرا فما مدى قادرية المصنعين المحليين على تغطية الطلبات؟ تركات الجزائرية قادرة وقادرة توفر الاحتياجات المجتمع الجزائري بأكمله جاهد القرار لعاون المصنع الجزائري ويزيد يعطي له أكثر من أفضل لكي نظام على المشاكل الثاني هو طريب ميان لتحاول الوكال ارتفاع فاتورة استراد الهواتف الذكية في الجزائر أضعف من مداخل الخزينة العمومية خصوصا وأن الضريبة التي تفرض على المستورد والمصنع هي نفسها واذا يخسر؟ سيطرة يزور تنظيم الواردات وإقرار توسيع رخص الاستراد بإدخال التجهيزات الكهرومنزلية والتي ستكون متماشية وفق المعطيات المرتبطة بتطور الصناعة في الزائر من شأنها حماية المنتوج الوطني وتشجيع التنفسية حسب الخبراء تعمل على سياسة تشجيع استهلاك المنتوج المحلي وكذلك تدعيم أو حماية المنتوج المحلي من أجل أن يكتسب ربما الخبرة والقوة التي تسمح له بالمنافسة للمنتجات الأجنبية يبقى الحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات وتشجيع الصناعة الوطنية خطوة وجبة تثمينها خصوصا في الفترة الراهنة